اشتركوا في القناة اللي ما نقدر نحولها الإلكترونية يتقللت الخطوات والإجراءات وصار في ربط بحيث أنها ما تطلب مستنادات وواجهة المستخدم صارت أيضا سهلة وبسيطة وبالتالي نعكس ذلك على يعني التطوير صار في كل القطاعات الحكومية تم تطوير خدمات التخوير الإلكتروني في مجموعة من عمليات التخوير تحتاج ربط مع الأنظمة داخل الجهات الحكومية فعملت الهيئة مع هذه الجهات أيضا عندنا تقريبا ست خدمات تابعة لمنظومة المواليد والوافيات وخمس خدمات تابعة لبطاقة الهوية والسجيل السكاني هذه طبعا ما يخص هيئة معلومات حكومة الإلكترونية أيضا يمكن ودي أضرب مثل أيضا مميز للرسوم البلدية على المواطنين كان في السابق تستغرق ثلاثين يوم عمل الآن من خلال الرابط بشكل مؤتمة ما تحتاج حتى انتظار يعني مباشر مع الرابط مع القواعد بيونات في جهات الحكومية بعض الخدمات كانت تستغرق تسعين يوم عمل تم تغليلها خمسة عشر يوم عمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر